هؤلاء استأجروا بيت من فلوس غير حلال كيف الذي أخذ هذه الفلوس يطلع زكاتها نعم يقول الذي قبض هذه الفلوس من هذا الإجراء يقول فضيلة الشيخ بأنهم استأجروا بيت وهذه النقود ليست حلال هذا الذي أخذ الفلوس صاحب البيت كيف يزكي هذه الأموال وهي غير حلال إذا كان صاحب البيت يعلم نعم أنها غير حلال وأنها حرام فلا يجوز له أخذها يسأل عن الزكاة يسأل عن أخذها لا يجوز أن يأخذ مالا حراما يعلم أنه حرام أما إذا لم يعلم أنه حرام فإنه يأخذه أجارا أو غير إذا كان تم عليه الحول من عقد الإيجار تم عليه الحول فإنه يزكيه إذا بلغ النصاب يخراج ربع العشر ريالين ونصف في المئة نعم نعم نعم